مايك تشيك واحد اثنين اوكي جمعة الخير انا من تقريبا يومين سويت مقابلة مع الرابر السوري اساسي مقابلة كانت مطولة تقريبا 40 دقيقة وتكلمنا عن كثير من الاشياء وفي هذا المقطع في اليوتيوب حبيت اصلت الضوء على الاشياء اللي هو هيشتغل عليها فحبيت اعطيه الفرصة المقطع الكامل موجود على الساوند كلاود واللينك موجوده تحت في البايو كلامي وحديثي مع الرابر اساسي اعطى الكثير من الضوء على اشياء واثبت انه الشغف والباشن مهمين صراحة في الاعمال وترقبوا اشياء جدا رهيبة واعمال حلوة جدا من اساسي هيكلمكم عليها هو الان فحقليكم على السمع اسمعوا اعمال اساسي المستقبلية الان على منصة 3Volt اساسي الهواء لك حبيبي وشكرا اخوي انه عطيتني هذه الفرصة ان نكون معاك وفي نفس وقت حابب انوه انه الـ background music الاغنية في الخلفية هي من انتاج orient squad اللي هما كمان من سوريا تحياتي لهم انتجوا اكيد الـ revolt cypher شي جدا جبار صراحة بيسوي السامبلين بطريقة جدا رهيبة اساسي لاتس جو تحياتي اليك بيك هاس ولمستمعينك المشاريع القادمة اللي عم بشتغل عليها اول شي انا بس بدي اقول لانه انا ما كنت كتير ناشط بالفترة الماضية كان في عندي مشاكل كتيرة كنت عم بتنقل من بلد لبلد يعني من لبنان بعد ما تركت سوريا من لبنان بعدين على نيبال الهند بعدين على نيبال بعدين على ماليزيا وطليت شي سنتين بعيد عن مرتي الوقت ما اخدت الفيزا عاميركا وبعدين جيت عاميركا والمشاكل والوقت ما استقررت depression PTSD الاخ وبعدي عن اهلي لانه اهلي بعدهم بسوريا فكل هالقصص اثرت علي كفنان يعني انه انتج فهلا اخر فترة شوي صرت مشغول بمشاريع كتيرة وعديدة اولا بدي احكي عنه انه في فيلم وثائقي عم يتصور عني عن قصتي يعني حياتي بالهب هب وعن البومي الجديد عالمي الثالث مع شخص اسمه ويت شاپرد هو بيشتغل فريلانس فيلم ميكر مع فوربز وكذا منصة مهمين بالدوكيمنتريز وهو آثر عام الكتابين كمان وهلا اصور لي فيديو كليب جديد رح ينزل بعد ثلاث اسابيع سنجل الجديد نازل كمان من البوم عالمي الثالث اسمه دامج من اخراجي وتصوير ويت شاپرد وراين بيكفرد كمان فالبرودكشن عالية بهذا الشغل كتير من انتاج مجند الميوزيك هذا قريبا رح ينزل وغير هيك اخدت جرانت من المدينة اللي انا عايش فيها ميزانية يعطوني دعم للمشروع جزء من المشروع مو تغطية المشروع كامل فالمشروع هو عبارة عن مزيج بين موسيقى شرقية وصوفية مع تراب ورح يكون فيه غناء وراب عربي المغني اللي رح اشتغل معه خامة فنية كتير مهمة وقالي الشرف انه اشتغل مع هيك فنان بس للاسف ما رح اقدر اذكر اسمه لوقت ما يخلص المشروع ورح يتصور له فيديو كليب هون بالمدينة اللي انا عايش فيها وفي عندي تصوير فيديو كليب تاني مع ويت شاپرد بي ان واي سي باخر الصيفية هاي رح اطلع لفيديو كليب اسمه مجنون وفيه تراك هو بده يخرجه كمان هذا المجنون من اخراجي وهو في شي هو رح يخرجه كمان يعمل ليه بس لقله هو وفيه سلسلة السايفرز اللي عم بشتغل عليها هلا كوين سيري سايفرز اول واحد نزل على اليوتيوب موجود مع رابر اسمه ديزمو فانا كل شهر بس تضيف فنان بيعمل راب بالانجليش او يكون بيغني فعم نتفوت شغلات جديدة وكل مره عبيكون موضوع جديد وموسيقه جديدة يعني النمط جديد فاول واحدة كانت تراب مع ديزمو وكانت ايغو ترابنج لانه الناس بتحب ايغو ترابنج بس التاني رح يكون موضوع مفاجئ موب ديب فيب مع رابر اسمه باس من هوم من بانجور الثالث كان شي جديد دمجنا شي مثل فيوجيز ميوزيك مع سامبل من الخمسينات من فيلم مصري لشادية فشي جديد وفوتنا فيه كمان مغنيين فكان فيه زوجتي ستيف الملقب ستيف بتغني R&B وفيه هانا هارلين كمان عملت غنت R&B وفيه رابر تاني اسمه ووردز أو فريز فهذا الثالث وهلا الرابع كمان في عندي ضيفين بس السمدة اعلن عن اسمه لوقت ما يخلص فهدول عم يزلوا كلهم يعني هدول الاصاص هلا قريبا وعم يزلوا على كل المنصات يعني كل شي ذكرته هلا رح ينزل على كل المنصات سباري فاي إلخ 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 يعني كله موجود على كل شي وعم مكمل كمان الالبوم عالمي الثالث ومتل ما قلت في فيتشيرز كتير قواية ورهيبين وانا بتشرف فيهم وانا من فترة يعني كمان كنت ناشط يعني نزلت شي نزلت بالبوم بيك سام عرام بتراك اسمه تبديل وجه ونزلت ب اي بي اليام سديم كمان نزلت بتراك اسمه شامبين مع مجند من إنتاج مجند كان تجربة كمان تحية للشباب وفي شي هلا مع رابر اسمه كيليد كمان قريبا جاي انا وصطيف نازلين معه فمشغول يعني هلا في حركة بالموسيقى كتير قوية طبعا لكل شي حدا مهتم انه يسمع هالمشاريع اللي ذكرته او يحضر الفيديوهات وكل هالقصص على الموقع تبعنا كلهم بتلاقوهم بلاد الشام music.com هذا الموقع تبع الحركة حركة بلاد الشام انا ممثل حركة بلاد الشام وكل شي موجود هناك على الموقع كل البلاتفونز والتواصل الاجتماعي موجودين هناك تحياتي الاخ بيك هاس وشكرا على اللقاء اللطيف جدا بيك اوب تيو اساسي المقابلة الكاملة يا جماعة الخير موجودة على الساوند كلاود في اللينك تحت هترككم مع مقطع بسيط من اغنية اكيد بيك سام واساسي تبديل وجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الوجه حصري مع بيك سام غزة